رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالو اليوم يرافقه وزير الشباب محمد سلام النابلسي رئيس بعثة الشرف المرافقة مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتك وكان في استقبالهم المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب ومدير المركز العميد الركن رعد دورة واستمع الرئيس أمبالو والوفد المرافق إلى إجاز من مدير عام المركز حول المهام والواجبات التدريبية التي يقوم بها المركز وطبيعة عمل أقسامه ومرافقه وآلية سير العمل فيه كما واطلعوا على مهام وحدة تدريب كلاب كيناين في المركز والتي تعتبر الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وتقوم بتقديم الاستشارات الفنية وتدريب فرق كيناين للأغراض الأمنية وفي نهاية الزيارة أعرب الرئيس أمبالو عن تقديره وأعجابه بمركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتك لما يتمتع به من مجتوى متميز واحترافية عالية في تنفيذ المهام المناطة به